الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي المتقين واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على هديهم واستنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام فمرحبا بكم في برنامجكم الطيب هذا ديننا والله العظيم أسأل أن يرزقنا جميعا الإخلاص فيما نقول والعمل إن شاء الله وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم اللهم آمين آمين أحبتي في الله في لقاءات سابقة تكلمت مع حضراتكم حول أحكام في الصلاة أحكام مهمة ينبغي علينا أو بل يجب علينا في بعض الأحيان أن لا نغفل عنها وألا نجالها تحدثنا في لقاءين سابقين عن كيفية الصلاة صلاة صحيحة كيف تصلي صلاة صحيحة وتحدثنا بعد ذلك عن سنن الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة ويعني اللي بتابعنا الإخوة المشاهدين يعملوننا مدخلات إن شاء الله فيما يدور حول الصلاة أي جزئية إن شاء الله بإذن الله نتعلم مع بعض سويا ونذكر بعضنا إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة إن شاء الله أحبابي في الله نتكلم بقى عن الركن مهم من أركان الصلاة ركن مهم جدا والركن دهوت إحنا عايزين نعيشه يا جماعة إحنا عايزين نعيشه إحنا ممكن نبقى عارفينه لكن ما إحناش عايشينه ودي مشكلتنا لأسف الشيء أو مشكلة ناس كتير مننا الركن دهوت يا جماعة ركن يعني يكاد يكون أعظم الأركان في الصلاة يعني يكاد يكون هذا الركن هو أعظم أركان الصلاة ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيّلنا في الأحاديث فضل هذا الركن ومدى أهميته عشان كده جماعة وإحنا بنفعل هذا الركن في الصلاة لازم نعيشه لازم يفهمينه لازم متعيشين معاه بكل قلوبنا وبكل جوارحنا يعني لعلكم فهمتم أعظم ركن في الصلاة وإن كانت الصلاة كلها يعني أركانها مهمة لا تنفصل عن بعضها ومخالفة ركن فيها أو ترك ركن فيها يبطل الصلاة إذا كان عمداً وإذا كان سهوًا يؤتى بهذا الركن ويجبر وسجدين سهوه لكن على كل أنا أقول من أعظم أركان الصلاة اللي هو إحنا إن شاء الله عتكلم فيه النهاردة مع بعض ألا وهو قراءة سورة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة يا جماعة سورة الفاتحة عشان نطبقها في الصلاة كركن من أركان الصلاة لأن الفقهاء باتفاق جميعاً باستثناء رأي أبو حنيفة إن قراءة الصلاة في الفاتحة فرض أو ركن لازم منها منفعش إنسان يصلي صلاة ولا يقرأ فيها أو يأتي بهذا الركن اللي هو قراءة سورة الفاتحة فمن هذا المنطلق با عايزين نعيش مع بعض في هذه الدقائق مع سورة الفاتحة أدي إيه السبع آيات بتوع الفاتحة دولت أدي إيه مهمين أدي إيه مهمين في حياتنا أدي إيه مهمين في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى أدي إيه إحنا محتاجين نفهمهم السبع آيات كده وإحنا بنقرأ سورة الفاتحة سواء في الصلاة أو حتى في غير الصلاة عشان نعيش مع القرآن يا جماعة عشان نعيش مع القرآن والإنسان لما يعيش مع القرآن وآيات القرآن ده بينعكس عليه في حياته بيشوف البركة بيشوف الخير بيجد السواب في العاجل والآجل إن شاء الله عشان كده مهم يا جماعة نفهم سورة الفاتحة خاصة ونحن نصلي بها حضرتك النهاردة بتصلي بسورة الفاتحة على الأقل كمسلم على الأقل بتصلي بسورة الفاتحة 17 أو بتقرأها 17 مرة 17 مرة ده لو إحنا أتينا بس بالفرائض اللي هم أتينا بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفرائض اللي هي الركعات الفارضة على الأقل نفسها بنقرأها 17 مرة على الأقل طيب ما إحنا عندنا ركعات سنن قبل الصلاة وسنن بعد الصلاة يعني لو يعني أنت بتلاقي نفسك حضرتك بتقرأ الفاتحة ديات ما يقرب من 30 مرة في اليوم طيب إحنا لما قرأناها ما يقرب من 30 مرة في اليوم أو أزد أو أقل هل عشنا مع الفاتحة؟ ولا إحنا نردد وينتهي الأمر ربنا سبحانه وتعالى بقول إيه أفلا يتدبرون القرآن عمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر أفلا يحضنا ربنا يحثنا ربنا على أن نتدبر القرآن وأجمل وأحسن الأوقات التي تتدبر فيها القرآن هي الصلاة لأنك بتجد فعلا التدبر لو أنت أردت أن تتدبر وأن تخشع بتجد ذلك لأنك في موط جلال في موط هيبة في موط عظمة فأنت كل هذه العوامل وغيرها تساعدك على أن تتدبر بعكس ما أنت بقى إيه في خارج الصلاة فالشواغل هناك كثيرة جدا قد لا تتدبر القرآن الكريم فإحنا جماعة بنقرأ الفاتحة زي ما قلنا لحضراتكم لو في الفروض لو في الركعات الفرض بس لا يقل عن 17 مرة يزيد يصل للتلاتين لو صلينا السنن لقبل الصلاة وبعض الصلم طيب الفاتح عايزين نعرف بعض الأشياء عنها اليوم عايزين نفهم بعض المعاني عايزين نفهم مدى أهمية الفاتحة كسورة في القرآن الكريم ومدى أهميتها في تطبيقات الواقع ما إحنا محتاجين يطبقها في الواقع عقول له حضرتك إزاي دلوقتي إحنا محتاجين يطبقها في الواقع الناس النهاردة الناس النهاردة مع الأزمة الدائرة والمرض المنتشر أو المرض المنتشر اللي هو فيروس كورونا هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا بعفوه وأن لا يرينا مكروها في أحد حبيب لنا آمين آمين يا رب العام وأن يشفي مرضانا إن شاء الله يا جماعة النهاردة الناس مضطربة الناس خايفة الناس مفزوعة الناس شايفة فقط العلاج من زاوية واحدة بس الزاوية الطبية لنقلل منها طبعا تفضل معاني الأخي إسلام يا مرحب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب أهلا وسهلا حبيبي تفضل عندي أنا نحلم حاجات عندك إيه؟ نحلم حاجات نحلم نحلم حاجات واجد أنا مش فهم عندك إيه؟ نحلم حاجات بتحلم بتحلم خير بتحلم بإيه؟ جدي الله يحمد جيزايا الله يحجم نحلم بيت وميت ونحلم إيه الحل بتحلم بأموات؟ بأموات؟ بأموات بتحلم بجدك عايش ولا ميت؟ بأموات الله رحمه طيب رحمه الله إن شاء الله طيب تسمع إن شاء الله في الآخر أو خلينا كده ناخد السؤال يا جماعة بالمرة عشان مع بعض كده طيب هو بيحلم إن جده رحمه الله سبحانه وتعالى بيجيله في المنام إن كانوا بجيلك في رؤية صالحة فأبشر إن شاء الله بيجيلك في رؤية يعني بتزعع لك وتحزينك أحيانا فغالبا غالبا والله أعلم إن انت في حاجة في حياتك عايز تعدلها شوفوا بيقولك إيه؟ أو اللي سالعز ووصلها لك فهو غالبا إما رسالة بيوصلها لك ويقولك أنا في دار الحق الآن وأنت في دار الباطل يا حبيبي يا حفيدي فالتزم طريق الحق والصواب والتزم أو أنت مأثر في حاجة مع ربنا أو حاجة معينة فهو يقولك يعني كان يرسالة بيقولك إيه؟ خلي بالك إن الدار الآخرة مهمة جدا القبر ده مهم لأنه وعيش فيه الآن بيجيلك بحاجة مبشرة بمنظر جميل مش عارف إيه يبادئ إن شاء الله يعني إيه؟ النسر سبحانه وتعالى يكون يعني مكانة ليه في الجنة إن شاء الله في أبشري يا حبيبي فجماعة بنقول سورة الفاتحة عايزين بقى نفهمها مع بعض ووحدات خلي الأول سورة الفاتحة يا جماعة هي لها أسماء أكثر من اسمه لإسمه واحد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا العلم الكبير في المفسرين زكر في تفسيره عدة أسماء لسورة الفاتحة لإن إحنا المشاع عندنا أو المنتشر عندنا أو معظم ناس عرفان سورة الفاتحة هي اسمها الفاتحة الفاتحة ليه؟ لأننا نفتتح بها القرآن الكريم لإنك إنت أول سورة بتقابلك في الناحية اليمين في المصحف سورة الفاتحة فبنفتتح بها القرآن الكريم وسميت الفاتحة لأننا نفتتح بها صلاتنا إنت بتقرأ الأول سورة الفاتحة قبل السورة أم ماريا ما تفضلي تفضلي أم ماريا ما اسمعك تفضلي اسمعك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم ماريا أسمعك تفضلي أنا بصلي وبصلي بصوت عالي شوية هل هو عادي ولا حرام بتصلي بصوت عالي؟ طيب يا أم ماريا ربنا أقول سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا لأن نعلي صوتنا أوي ولا نخفض صوتنا أوي يا أم ماريا خاصة لو إحنا بنصلي لوحدنا في مكان لوحدنا ما بنعليه صوتنا أوي ولا بنخفضه لدرجة يعني إيه أوي يعني إيه بنحاول إيه بينة كده يعني إن شاء الله وعادي أصلي بنتي وابني بنتك وابنك؟ ابنك كبير بالغ ولا صغير 11 سنة كبير لا 11 سنة تقريبا أصبح يعني صبي مميز أعتقد والله علم النهاردة أصبح شاب يعني دخل خلاص مرحلتي يعني الشباب أو التمييز فخلاص فاحنا نحاول نقدم ابننا يصلي بنا أفضل نحاول نصلي ابننا الجميل ده ربنا باركلك فيه هو اللي يصلي بكم يا أم ماريا نعم أم محمود معنا تفضلي تفضلي أم محمود عليكم وعليكم بالسلام لو سمعت فأنا ممكن نسل حضرتك حاجة تفضلي أنا الحمد لله بقرأ القرآن وبصلي وبقوم بالليل وبصلي في يوم الليل حضرتك وأنا بعمل كده كأني ما عملتش حاجة يعني حتى لا تفضل حضرتك ولا أردك وأمن ونحضت أصول حضرتك بتستشعري هذا المعنى أن أنت لا صليتي ولا عبدت ربنا صح كده؟ أه وأنت الحمد لله أقمتي الليل وصليتي وتمام صح؟ أه والحمد لله أنا بقرأ المصحف يعني أنا ختمت في رمضان ثلاث مرات اللهم علىك الحمد جميل ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك الحمد لله يعني وبعد كل شهر يعتبر مرة أو مرة أو نصف ما شاء الله جميل لا تدعي لنا كده يا محمود ربنا يبارك في حضرتك كأنني ما عرضش حاجة مش حافظ حاجة خالص بص يا سيدة الفاضلة أنت حضرتك لو مش حافظ القرآن خلاص أنت معاك عزرك عنا بنجتهد نحفظ أنت ما حفظ لاش القرآن إحنا بنقرأ القرآن وأنت حضرتك بتقرأي ما شاء الله بتختميه تقريبا في الشهر مرة ونصف ما شاء الله وختمتيه كتير قبل كده في رمضان ربنا يبارك في حضرتك الأحساس اللي بجليك ده أحساس جميل ما تزعلش منه ده أحساس حتى يخليك ما توصلش لمرحلة العجب والإعجاب بنفسك لأن إحنا نقدر الله لوصلنا لمرحلة الإعجاب بنفسنا في العبادة في العبادة بالذات الجماعة بيطبطوا للعبادة ولا حولها ولا أخواتها إلا بالله ده حاشة الله يعني أنا حتى بيعنيش بعد إذن حضرتك نعم بعد إذن حضرتك يعني أنا لو أنا مثلا صليت قرية الفكحة أو بقرة مثلا كده أن أنا يعني عايزة لأي صورة خلاص مغرب بلساها يعني ممكن أن أتعلم يا أم محمود أنت كنت حافظة القرآن قبل كده ولا مش حافظة القرآن؟ لا مش حافظة خلاص يا ست معاك عزرك أنت قال أنا ليه؟ أنت نسيت وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره خلاص أنت أنت النسيان ده طبيعي بني قدم أنت مش حافظة أو ناسية خلاص اللي حرج عليك إن شاء الله رفع الأممات الخطأ والنسيان وما استكروه عليه فإنت اكتهد أنك تحفظ القرآن الكريم حتى على سنتين ثلاثة مش مشكلة هم مشين حوله؟ بالله أنا دخلت على سنة ملتزمة الحمد لله فعمل أول بلد ما فيش يعني معلش إن شاء الله اكتهدي وما تخليش الشيطاني وسويس لي كتير ويدخلك في دايرة أنت في غناء عنها أنت ما شاء الله الزمي اللي أنت فيه دوت واجتهدي أدرت تحفظي فبها ونعمت خلاص كبيرت في السن الحفظ الشقة عليكي خلاص إحنا بنممكن لو إحنا مش حافظين بنفتح حاجة ونفتح المصحف أو أي حاجة قدامنا نقرأ منها إن شاء الله لا حرج إن شاء الله على بعض أقوال أو على بعض أراء بعض الفقاء إن شاء الله لا أعني بشي كرائب تاني بعد إزن حظ رايد طيب تفضله لا أعني بشي laws لا أعني بشي تحت time أنا أصلا كربنا بيقدرني وإكتبات بح هذا وواتصلت لها حاجات لي تمام فجد دلوقتي ظروكنا ما بايتش سامحة يعني تأكفلت صلح كبت ده يعني تعمل أقول إيه مدامة للنها دمة وتصل كما غير اللّه انقطع وانفصل لا يا سيدة الفاضل من الكيدة ماشي جميل مدام قول الإمام مالك رحمه الله لما وضع كتاب الموطأ وقم قالوله يا إمام في ناس تنين بيكتبوا الموطأ زيك فقال لهم ما كان لله دا ما واتصل وما كان لغير الله انقاطع وانفصل وبالفعل ذهبت الموطأات والكتب اللي هما كتبوها اللي هما كانوا بيحربوا فيه أو بيشوشوا عليه وبقي الإمام مالك وبقي موطأ الإمام مالك طيب مادام نادية الفضاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لحضرتك والؤسس البرنامج يا أهلا وسهلا تفضاني لا لا بكفة دمبشي لحضرتك أنا عندي شؤالين تفضاني يا مادام هل يعني آآ يعني أنا بمرف بقعبي يعني أو بجرم بمعنى صح وبعدين بحلم بولدتي المتوفية وقات المتوفيين هل الأموات بيحشوا فعلا أن الواحد في قلب دا سؤال السؤال الثاني حضرتك أول لا تفضاني السؤال الثاني بيقول يعني ربنا يجعلنا جميعا من عباده الساجدين الركعين الشاكرين الحامدين أستعيل الخالي يا رب أمين يا رب استعلمني السلام بتاني عن الفحشاء والموقع تمام أنا شايفة قدامي أنا مش هعمم يعني دا بعض الناس بشوف ناس بتصلي ويمكن حجب كمان ومع ذلك بتاخد حقوق الناس ويسلوبها مش كويس مع الناس تمام تمام وشوفت ناس تانية أنا مش بعمم حضرتك دا بعض الناس طبعا وفينا الثانية مش بتصلي يعني متكسلة عن الصلاة وإذا برضو يعني يعيب فيهم يعني أنا بقولت وماشاء الله يعني بأخلاقكم حلوة طبعا أيوة مع ذلك شيخ بيتعص الخير جميل جميل وصل السؤال وصل السؤال وصل السؤال وصل وصل ماشي وصل في حاجة تانية طبعا بتفضلني ماشي استاذ ماجد قدونا بقى فاصل شوية جمعة لو سمحتوا استاذ ماجد تفضل ماجد وعليكم السلام وطلع بركاته وعليكم السلام وطلع بركاته سيد ماجد حيا كمان فازلتيك كل عام انت بخير وأنتم بخير حبيبي وأنتم بخير وصحة وسعادة يا رب أنيس بن محمد شعبان من تونس بيتشار سأذهب إلى قصر حكم بيقارتاج وأمسك بقاعدة ثورة معكوسة صوت الفجور والقطر والترم والفوحش والكاكا أمير مؤمنين قيس قذافي هاتك وأعراض عجائز أحتي ذراعي في نقبة تيترماتي أستخج خرع العصد منتن ثم أقذفه على وجهه والسلام عليكم وعليك والسلام ورحمة الله وبركاته طيب على كلنا كانت الوخت نادية بتسألنا سؤالين ما شاء الله أجمل من بعض بتقول الأموات بيقولها في المنام يا جماعة انا مش عايزين نعوّل دايما على الأحلام ما نبليش على أحكام ومش عايزين نتخضى أول مش كل ما نشوف رؤية يبقى خلاص لازم تحصل أو نشوف كابوس أو حلم زي ما ما بيقولوا لازم يحدث يا جماعة مش لازم مش شرط لكن هو لو تكرر كتير مراراً وتكرر معانا ممكن نبدأ بقى ناستفسر ونبدأ نسأل هنا ممكن تكون رسالة من ميت ليا فعلى كلنا تجاوبنا السؤال ده تقريباً وقلنا لو الميت جاي ببشرة خير ومشاء الله منظر جميل وفي مكان خضرة وجمال ده إن شاء الله منزلة في الجنة إن شاء الله لو جاي بصورة غير كده غالباً هو بيوصل صورة أو بيوصل رسالة اللي هو في دار الباطل عشان يخلي باله من دار الحق فبيقول له التزم اكتهد في انت عندك خلل في كذا انت عندك علاقتك وحشة مع ابوك ومك علاقتك وحشة مع كذا انت بتاكل الريبة انت كذا كذا فبيقول لك انتبه انتبه طالما بيجي لك دي رسالة خير من ربنا خدها ودايماً تعز بمثل هذه الأمور والله تعالى أعلم يعني ربنا بقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سورة العنكبوت طيب السؤال هنا هو في حديث جه وإن كان في الحديث ضعف أو شيء فيه يعني ما لم تنههوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لا هو دا يعني مش حديث صحيح هو حديث ضعيف لكن يعمل به في مثل هذه الأمور لكن احنا عايزين نقول بقى هنا ايه نخلي بالنا عشان برضو نفرق يا جماعة هي أختنا بتسألنا بتقول لنا في ناس آآ بيصلوا وماشاء الله ملتزمين لكن بنجد منهم أفعال منغضة تماما للصلاة بنجد منهم خلل وتقصير وكذا وكذا وما فيش أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر أحياناً والعكس فيه ناس مأصرة في الصلاة ممكن تصلى على سطر لكن ما شاء الله عندهم الأخلاق عندهم الأدب عندهم الفضل عندهم الخير عندهم السعي في الخير الكلام ده كله مش عايزين نفرق يا جماعة مش بالشرط او مش باللازم ان انا عشان ان انا انسان كويس او صاحب خير او صاحب فضل وما بصليش يبانا كده على الجادة لا انت في خطر اجمع بالاتنين اه انت انسان صاحب خير وانصحب كذا وكذا وكذا لكن لابد لابد ان تكون ملتزما بالصلاة طيب الانسان التاني برضو ما نقدرش نقوله صلاتك باطلة وملهاش لازمة بقى طيب انت انسان مش كويس طيب انت انسان ما بتقمرش بالمعروف ما نقدرش نقوله كده لان لو قلنا له كده هو عايزي بالصلاة وقول له خلاص بقى ما هي خربانا خربانا زي ما احنا بنقوله ويفضل المعلم بقى ايه لا نقوله انت كده ما يجمحش زنبين على بعض يا جماعة لازم نفرق في ناس كتير من احبابنا والشيء بالشيء يذكر اتلاقوهم سايبين الصلاة ومقصرين في الصلاة اه بيقولك انا مش ملتزم في حياتي برا انا بنعمل معصية معينة انا بنعاكس حريم انا والعزو بالله بنعمل الزنب كذا انا بنرتكب الفحشة كذا بنعمل بنشرب بنشرب كذا فتلاقيوا لك انا صلي ليه بقى انا صلاتي ملهاش قيمة ملهاش لازمة اقول له لا انت فهم غلط انت ما تجمحش زنبين مع بعض ما تجمحش لا تجمح بين كبيرتين اخي الحبيب لان الكبار لو اجتمعت على المسلم او على الانسان بتهلكه كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات فانا بحاول لو انت مبتلى بفاحشة او بكبيرة او بزنب معين اوع اوعى تخلي الزنب ده وخليك تسيب الصلاة لا بالعكس لازم تبب ناصح لازم تبب واعي وفاهمه كي يصفطن فما تجمحش الزنبين على بعض صلي وادعى ربنا ان يخليك ان شاء الله تسيب هذا الزنب او هذه المعصية صلي وقول يا رب واستفشر دائما خير النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تحترقون ثم تصلون فتغسلها ثم تحترقون فتحترقون ثم تصلون فتغسلها ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون فتغسلها خمس مراته النبي بقول لك تحترقون ثم تغسلها ايه الكلام ده يعني النبي بقول لك انت بتحترق بالزنوب بين الصلتين مين فينا معصوم يا جماعة مين معهل عصمة الان انت النهاردة في فتن وفي امواج مطلاطمة كلمة تقولوها كذبة نظرة تنظرها كل هذه اوزار انت لا تفك عنها انت ما انتش معصوم عشان كده من رحمة ربنا جاب لك الخمس صلوات على مدار اليوم يا حبيبي في اللام جاب لك الخمس صلوات سبحانه وتعالى على مدار اليوم عشان الزنوب اللي بين كل صلاة تغفره الصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده قال صلى الله عليه وسلم والصلاة والصلاة الى الصلاة او الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن اذا جتنبت الكبائر عشان الوقت بتاعنا جماعة تقريبا فضع عشر دقائق فاحنا عايزين نقول يا جماعة بالنسبة لسورة الفاتحة عايزين نعيش معاها سورة الفاتحة لها كم اسم لها الفاتحة الاسم الشاي عنها تسمى بسورة الحمد تسمى بسورة الصلاة تسمى بسورة الصلاة الحمد لأنها افتتحت بالحمد رب العالمين الصلاة لأنها جاء في الحديث القدسي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ربنا سبحانه وتعالى وافهم بقى جماعة الحديث ده كويس بالله عليك عشان تعيش مع سورة الفاتحة في الصلاة جماعة عزين يعيش معها بقى وانت بتقرأها فربنا أقول لك إيه قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين الله أكبر فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي يا سلام انت استشعرت ولا لسه انت بتقول الحمد لله ربنا يرد عليك ويقول لك إيه حمدني عبدي اللهم لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد يا ربنا على القليل والكثير لك الحمد يا ربنا على أي نعمة وعلى أي بلاء نحن لا نملك إلا الحمد وترسالة لكل مبتلى الآن أي مبتلى أي مريض والله يا حبيبي في الله أبشر ليس أمامك إلا الحمد أنت بتقول كل يوم هوت في سلطة الفاتحة في كل ركعة أكثر من سبعتاشر مر بتقول الحمد لله هل إيه نستشعرنا الحمد يا جماعة هل إيه نستعيشنا مع الآية دهيت فربنا أقول لك إيه إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي وخلي بالك حمدني عبد دي كلمة شهادة كبيرة من رب العزة ده النبي بقول لنا والحمد لله تملأ الميزان الله أكبر كلمة الحمد لله جماعة خاصة لو طلعت من القلب واستشعرناها في السراء والضراء وإحنا بالأولى كده جماعة والله العظيم بتملأ ميزانك عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي شوف الجمال عيش مع الآيات يا أخي أنت لما تقول الرحمن الرحيم أنت تصف المولى سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه تصفه بالرحمة الرحمن يا جماعة ديت ديت في فرق بين الرحمن والرحيم زي ما بعض المفسرين قالوا قال لك الرحمن ديت بصفة خاصة بالجميع الله يرحم الجميع يرحم الكرة الأرضية كلها حتى الكافرين يا عم الشيخ حتى اللي ما بيعبدوش يرحمهم يرحمهم ازاي في الدنيا بيرحمهم أنه خلقهم ورزقهم وأزبغ عليهم النعم ظاهرة وباطلة لكن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قصة الجنة ونردأت ربنا سبحانه وتعالى كل واحد يتحاسب مسلم وكافر أمام الله عن إسلامه أو عن كفره والعياذ بالله لكن ربنا سبحانه وتعالى الرحيم هو إنه أخدق على الجميع مسلم وكافر نعمه يبدو الرحمن قال لك الله دي خصة بقى أكتر يا جماعة أبمين بالمؤمنين هم في الآخر المؤمنين مش يتعاملوا زي الكفار والعياذ بالله في جنة وفي نار في حساب وفي صراط وفي ميزان وفي كذا فجاءت الرحيم خصة بقى أبمين بالمؤمنين يوم القيامة يرحمهم ادخر تسعة وتسعين رحمة سبحانه وتعالى أنزل جعل الرحمة سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث جعلها ميت جزء أنزل جزء واحد كما قال النبي في الأرض يتراحم منه الناس حتى الدابة عزكم الله ترفع حافرها عن ولديها خشية أن تصيب الحيوان عزكم الله وهو والد كده وعنده مولود فبتلاقيه خايف على ابنه رحيم بيرفع حافره عشان ما يصيبش ابنه أو ولده ده الحيوان وكذلك بشوف بقى الرحمة بين الأم وبنها والرحمة بين كذا وكذا في الدنيا وادخر عنده تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة للمؤمنين ده الرحيم باقى معه فربنا أقول لك إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي عظمني عبدي مالك الله هو الملك سبحانه وتعالى الحقيقي لمن الملك اليوم لله فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي أو مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي يبدأ النص الأولاني في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده لله سبحانه وتعالى النص الآية دية إياك نعبد وإياك نستعين كما قال النبي في الحديث القدسي الذي يرويه مشترك بين العبد والرب إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أنت قلت إياك نعبد لله وإياك نستعين هذه لك يا أخي الحبيب أنك طالما أعلنت العبودية لله طالما أعلنت الزل والافتقار لله وأن توقف في الصلاة وذكرت هذه الآيات وعشتها أنت تعلن عزلك وعبوديتك وخضوعك الكامل لله سبحانه وتعالى فسق تماما ستأتيك النتيجة مباشرة ألا وهي الاستعانة سيعينك الله كن مع الله يكن ربي معك من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد هي دي المعاني يا جماعة اللي موجودة فيهن فإياك نعبد وإياك نستعين بس وإنت بتقولها يا حبيبي عيشها إنت بتقدم الطاعة والولاء والعبادة لله فتجيلك إن شاء الله المعونة والرحمة والنصرة والمغفرة والكرم والعطاء والإكرامات والجلالات والأخرة إن شاء الله من إيه؟ من خلال إياك نعبد ده ابن القيم رحمه الله هذا العلم المشهور الكامير له كتاب سماه مدارج الصالحين بين إياك نعبد وإياك نستعين وعمل الكتاب كله كده بين إياك نعبد وإياك نستعين شوف انت هتعمل إيه مع ربنا وتقدميه عشان تجيلك الاستعانة أو المعونة إزاي هو ده إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي أيضا ولعبدي ما سأل الله الله يا جماعة الله على الفاتحة وجمال الفاتحة عشان كده عايزين نعيش الفاتحة طيب الإخوة ببلغونا خلاص الوقت أوشك واقترب عايزين نقول يا جماعة عيش مع الفاتحة وأنت بتقرأها حكم فقهة برضو ممكن بعض الإخوة كان عايز يسألنا عنه أو بيدور في دماغ أي حد فينا قراءة حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم والإمام بالنسبة للمأموم لو حضرتك مأموم أنت بتستمع للإمام لأن النبي قال قراءة الإمام قراءة للمأموم فإنت خاصة في الصلاة الجهرية لأن فيها خلاف بين العلماء على ثلاث مذاهب أو ثلاث أقوال أن أنت بس الراجح أن أنت ترامل لك إمام بيصلي بيك قراءة الإمام قراءة للمأموم لكن لو أنا بتصلي في صلاة سرية زي صلاة الزهر أو العصر الراجح أن أنا بأقرأ وما ليش دعو بقراءة الإمام بعض الفقهاء شادت شوا في المسألة وقال لك لا إحنا بنقرأها سواء مع الإمام ولا ماش مع الإمام وفي كل ركعتنا بنقرأها طيب بعد كده برضو سؤال برضو أخير عشان نختم بقى بالنسبة للفاتحة بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة هل تكفي في الصلاة ولا محتاج أقرأ بعدها يعني خلاف بين الفقهاء معظم الفقهاء تقرأ بعدها بعد سورة الفاتح تقرأ ما تيسر لك إلا استثناء بسيط الإمام أبو حنيفة قال لك لا يشترط ودي تمشي معي إنسان بقى جاهل أو إنسان مش عارف يحفظ أو ما تعلمش فنقول له إيه اللي ما بحرفه لك فقرأوا ما تيسر من القرآن وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا إنه جواد كريم نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع مقطع غضبه عن المسلمين وعن العالم أجمع يا رب العالمين نسأله سبحانه وتعالى ألا يرينا مكروها في حبيب إلا يا رب العالمين آمين 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 وأن يرفع عنا الوباء والغلاء والكربة اللهم آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاكم الله تعالى خيرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته